السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله النهاردة خبرنا من الأخبار السياسية شوية وهي القبض على شادي سرور انتوا عارفين اليوتيوبر شادي سرور عمل كان في الفترة اللي فاتت كان له كذا موضوع مسير في السوشيال ميديا منها إلحاده ودركه للإسلام وكان هو على زمة قضية النهاردة هنشوف في قرار عاجل من نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع شادي سرور بقضية الصفافير حوالين تفاصيل الخبر بدأت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع اليوتيوبر شادي سرور على زمة القضية رقم 488 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بقضية الصفافير طلب شادي سرور من النيابة الالتقاء بوالده والسماح له بحضور محامي للدفاع عنه يذكر أن المتهمين في هذه القضية تم القبض عليهم في شهر مارس عام 2019 على خلفية حملة الصفافير اللي أطلقها الإعلامي الإخواني معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم وهي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج وذلك في محاولة تحريدية منه للشعب ضد الدولة المصرية ده كان خبرنا النهاردة والخبر منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ما تنسوش يا جماعة تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس بشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته